لما حدث في الفترة الاخيرة بعد السورات العربية اللي حصلت وظهرت الخلافات اللي كانت مدفونة تحت السطح وان كانت كانت موجودة وهي بعض الافكار بين المسلمين فاصبح كل من له فكر بيتكلم محدش بقى ايه بيكبت احد ومش كده وبس واصبح كمان عنده القدرة انه هو يؤثر بهذا فكري في الواقع واحنا عارفين ان عندنا فكر نشأ في وصف الامة من حوالي امتين وخمسين سنة او قربت الايه التلتمائة سنة بالتحديد من الف سبعمائة وخمسين ميلادية وهذا الفكر اللي بنسميه احنا الفكر الوهابي الفكر الوهابي ده نشأ حركة الوهابية دي حركة نشأت في نجد سنة الف سبعمائة وخمسين او اتنين وخمسين ميلادية بزعامة احد الافرار اللي كان بيتعلم علوم الدين وابيه كان عالما من علماء الدين واخو سليمان بن عبدالوهاب كان عالما كبيرا من علماء الدين ولكن محمد هذا انشأ فكرا يخالف اجماع الناس وتزعم هذا الفكر وخرج على اجماع المسلمين بفكر جديد وتعريف جديد للتوحيد ما كانوش يعرفوه قبل كده المسلمين المسلمين تقول العمور موحدة ربنا لكن هو جاء بتعريف جديد وفكر جديد ثم صادف في هذا الوقت ايضا نشوق قائد في بلاد نبد اسمه عبدالعزيز السعود يريد انه هو يعني يفرض سيطرته على اراضي الحجازية ويبقى ليه القيادة السياسية وفي نفس الوقت كان الانجليز يريدون ان يقضوا على الخلافة العثمانية علشان يمكنوا اليهود من انه هم يعيشوا في فلسطين طول ما في خلافة ما كانوش يقدروا اليهودية لان الخلافة جمع المسلمين محدش يقدر يخترق فاراد الانجليز انهما يقضوا على الخلافة العثمانية تمهيدا لزرع ايه هذا الجسم الغريب في الامة والخلافة العثمانية كانت في هذا الوقت بدأت تضعف فلما وافق هذا كله زهور نجم محمد ان عبدالوهاب وهو يخالف اجماع المسلمين وبعدين ضد البيت لان لا يرى فيهم يعني مزية على احد والاراضي الحجازية كان يحكمها اشراف حسنيين من لدن الخلافة الاموية الحاد في فكر الوهاب فكان هو يريد ان هو يعني عبدالعزيز السعود ليس من من البيت وليس حسن ويريد ان هو يساعتر على الاراضي الحجازية فلابد ان يبقى في فكر طالع جديد يقولك ان البيت دول ليس لهم يعني مزية معينة ودول كسائر المسلمين وبالتالي نبقى نخلص من من الجماعة دول ونمكن للاراضي الحجازية من ليس من البيت انا بحكي لك فكرة تاريخية قديمة يعني فالمهم الخلافة العثمانية كانت تبجل البيت وتوقرهم وتحبهم ويغلب عليهم التصوف ومحمد ابن عبدالوهاب كان يكره المتصوفة والاولياء ويعتبر البيت كسائر المسلمين ففكره يناسب ايه ما ذهب اليه الانجليز من القضاء على العثمانيين لانه فكره يخالف العثمانيين على كل حال فحصل تزاوج بين هذه العقيدة الغريبة اللي طلعت وبين عبدالعزيز السعود ومكنوهم بالسلاح من انهما يسيطروا على الاراضي الحجازية وتاريخ نجد مشهور ومطبوع ممكن تشتريه وتقراه وهم حيحكوه لك كيف انهم منعوا الناس عن الوصول الى اه الاراضي الحجازية والحج وقتلوا تلاتين الف حج معتمر جايين يحجوا على اعتقاد انهم مشركين قتلوهم بزي الاحرام باستلاح الانجليزي مما استدعى ان الخليفة العثماني طلب من محمد علي الكبير وكان بيحكم مصر في الفترة دي انه يفتح طريق الحج للناس لانه كان عنده جيش قوي فبعت لهم ابراهيم ابنه بقيادة جيش كبير من المصريين في معركة اسمها مراكة الدراعية يمكن انتم تعرفوا عشان يفتح طريق الحج للمسلمين لانهم قطعوا طريق الحج على الناس عدة سنوات القصة معروفة فانت ممكن تشتري تاريخ نجد وده اكتب مطبوع بمرور الوقت اراد الله ان فعلا يقضع الخلافة العثمانية قضي على الخلافة العثمانية وانتهوا منها ثم فركوا المسلمين الى دول وشيع وكل مجموعة اخدت قطر من الاكتار علشان يسهل قيادتهم وسياستهم بالطريقة التي يعني يحبها حكام الغرب واعداء المسلمين وصادف ايضا زهور البترول فكسرت الاموال فالاموال دي استخدمت لنشر هذا المذهب بمطبوعات لا حصر له فانتشر هذا المذهب انتشار النار في الهشيم وهو مذهب يخالف ما عليه اجماع المسلمين لكن انتشر وافق ضعف المسلمين فرقة في المسلمين انتشار الاموال كسرة البترول نجاح اهل نجد في السيطرة على الاراضي الحجازية واطلق اسمهم عليها يقول لك السعودية ودي قبيلة صغيرة من قبائل نجد خلوا جزدت العرب كلها اسمها السعودية على اسم قبيلة ثم لما انتشر البترول وحصل عمران اصبح هناك عقود عمل تأتي اليها من جميع جنسيات العالم عشان يعيشوا في البلاد دي فتوارد اليها جميع جنسيات المسلمين فعاشوا هناك وابدوا اموال البترول مرتبات فتشربوا الفكر الوهابي فلما عادوا لبلادهم عادوا بهذا الفكر متشبعي فانتشر في كل بلاد المسلمين للأسف في حين عدم نشاط للباقي العلماء في وسط العامة نشاط العلماء التانيين كان نشاط كالرصوف كتابة مؤلفات في الرب على هذا المذهب ولكن احنا في زمن الناس لا تقرأ فاصبح المذهب ينتشر والمؤلفات تكسر ولكن لا يكرهها احد حتى وصلنا الى هذه المرحلة تسمع مثلا ان في ليبيا الوقتي قاعدين يفجروا قبور الاولياء واحنا عندنا انتهاك حرمة قبور المسلمين ده من الكبائر المسلم ميت حرمته كحي سواء بسواء بتاعتقاد المسلمين كده اعتقاد المسلمين ان نبشي القبور من الكبائر اي قبر مسلم فما بالك لو كان قبر ولي او من البيت يكون اشده قبحا اذا كان المسلم العام العادي العاصي فاعل الكبائر الذي مات مصرا عليها ودفن يحرم نبشي قبر والاقتراب منه لان مسلم او حرمة او حرمة المسلم ميت كحرمة حي فما بالك ان دول اصبحوا ينبشي القبور واش كده ده يفجروها بالنيران ثم بعد ذلك يسووها بالارض ويعتقدون انهم يفعلون ذلك حفاظا على التوحيد لانهم في اعتقادهم ان زوار القبور يعبدون المقبورين وما حصلش ان المسلمين عبدوا مقبور ابدا المسلمين تقول انها عارفين ان ربنا حي لا يموت وهم بيزوروا الميت وعافين انه ميت فازاي انا اقول ان ربنا حي وزور ميت واعتقد انه هو ربنا ازاي دي تعملتا ما حصلش محدش محدش عبد مقبور ابدا ولا حتى رسول الله صلى الله وسلم وهو افضل الخلق خلقه الله لم يحدث ان الناس اشتبهت عندها مشكلة ان يعبدوا المقبور ابدا اولا الله ليس لا يموت سنيا الله ليس بجسم والله لا في جهة وبالتالي ازاي انا وانا رايح يسألني انت روح تزور فيه اقول له فلان مات حزوره طب فلان مات اللي حزوره ربنا بعبده طبعنا عارفه فلان ومات المهم هو نشأ في ذهنهم فكر غريب ان زيارة القبور والتوسل بالموتة ده شرك صريح واللي يفعل كده يدقى كافر وهذا يخالف ما عليه الامة على مر العصور واصبح لهم صولة يعني مفتي ليبيا متشبع بالفكر الوهاد تصور انت بقى مفتي ليبيا متشبع بازل فكر وبالتالي يخشوا على قبر سيدي احمد زروق يفجروه سيدي علي الاسمر يفجروه هنا في مصر يمكن من حوالي سنة سمعته ان اعتدوا على بعض قبور الناس الاولياء في محافظة القليوبية هنا في مصر فلما حصل الحكاية دي من سنة انا طبعت الرسالة دي ووزعتها على الناس لكن يبدو ان الناس ما بتقراش هذه الرسالة انا سمتها ايه حول قضية هدم الاضرحة وما فعله السفهاء منا هذه الرسالة انا طبعتها منذ عام وتبعت منها خمس تلاف نسخ وزعتها على كل من اعرفه ولا اعرفه حتى انها وصلت لمالي ولنيجيريا وللسودان وبعتها الناس في ليبيا وناس في الجزائر في كل حتة لكن يبدو ان الناس تاخد الحاجة ما بتقرهاش لان من الناس اللي هما قريبين مني وديتهالهم يسألوني اسئلة تدل على انهم لم يقرأوه فيبدو ان الواحد بياخدها تبركا ويشيلها في جيبه وخلاص وبقينا في زمن الناس تحب تسمع اكتر ما تقرأ فبناء على ذلك لما حصلت الطامة الكبرى في ليبيا واحمل الوقتي الاتجاه السلفي اصبح ليه احزاب في مصر ويمسل احزاب سياسية وهيبقى ليه يد تنفيذية في بلدنا لانك عندك حزب الاصالة وحزب النور دول سلفيين متأسرين بالفكر الوهادي ولو ادعوا ان هما مش متأسرين لكن هما بيقولوا بهذا الفكر واخد بالك فاحنا بناء على ذلك قررت ان هذا الدرس وااجل صعي البخاري وحقرى لكم هذه الرسالة عشان انتوا بتكسلوا وتقروا لوحدكم وهعلق عليها ده موضوع الدرس النهارة وبرجاء نشر هذا الموضوع لكل الناس اللي ليه اتصال بالنت ينزلها على اليوتيوب وينزلوها في كل حتة علشان هذا الفكر بقى موجود في الجزائر وموجود في مالي وموجود في نيجيريا وموجود في كل بلاد المسلمين وموجود في بلدنا وهذا الفكر استباحة واحل دماء المسلمين وعمل فرقة شديدة احنا كنا بنكتفي بالمطبوعات ونسكت قبل ما كان لهم يد تنفيذية في بلدنا. انما الوقتي اصبح لهم يد تنفيذية. بعض الوزراء منهم. وبعد المسئولين بقوا منهم. وبعد شوية يمكن نلاقي وزير الداخلية يطلع منهم. وبعد شوية تلاقي وزير مش عارف ايه يطلع منهم. وبعد كده شوية رئيس الجمهورية يطلع منهم. فهتبقى مصيبة. وبعدين هذا يؤدي الى صدمة المسلمين في عقائدهم. تصور انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك. كويس. حوش كده احنا بنسمي المخبرة اللي بنتفن فيها قريبنا. سميها حوش. مش كده برضو. افرد انت ليك حوش بتدفن فيه اجدادك وقفلوا بحيطة وحطت عليه بوابة. تردى حد ييجي يقتحم البوابة دي. ويخش ببلدوزر يطلع رفات اجدادك واباءك. وبعدين مش كده وبس ده بعضهم بيفجروا. على الدعاء ان الاسلام امرنا بكده. الاسلام امرنا انتقى حرمة الموتى. وندخل على الناس فيما يملكون. وبعدين نفجرها ونهدب الجدران. الاسلام امرنا بكده. ازا كان الاسلام امرنا بكده يبقى احنا حاجة بالاتنين. يا جاهلنا الاسلام. يا ام احنا اعداء للاسلام وبنهتمحك في الاسلام. يعني هما يا جاهلة يا ام اعداء للمسلمين. ما فيش احتمال تالت. يا جاهلا نعلمهم. يا اعداء للمسلمين فهم العدو في حذرهم. واضح? فاذا كانوا جاهلا احنا حنعلمهم وحنقرأ لهم أدلة العلماء على مر العصور ونحللهم الإشكالية اللي في ذهنهم المتعلقة بالأولياء وزيارة الأولياء